السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة عن طريقة سهلة جدا تقدر تعرف بها الدومين اصورتي والبيتج اصورتي وترتيبك في اليكسا وكمان الخاص بموقعك في جوجل او البيتج رانك الخاص بموقعك في جوجل وبعنات تانية كتير طبعا ان هتعرفها من خلال الحلقة دي موضوع سهل جدا موقع بسيط بيقدم لك الخدمة دي بالمجان والتفاصيل دي كلها هتقدر تعرفها من خلال لكن انت هتحط هنا كده بس الرابط بتاع موقعك او اي رابط انت عاوز تعرف عنه معلومة انا مثلا حطيت الرابط ده عشان اعرف عنه بيانات هتضغط على كده وبعدها هستنى يجيب لي البيانات الخاصة بالموقع هيبدأ يفحص وبعدها هتنزل تحت كده تشوف البيانات الخاصة بالموقع بيقول لك البيانات الاساسية ده اسم الموقع ده اللوجو بتاعه لو عادي تعمل دولود للبيانات دي كلها ممكن تعمل لها دولود وبعدين بيقول لك ان الرانك بتاع الموقع ده بالنسبة لجوجل خمسة على عشرة رانك الموقع في جوجل يعني ده حاجة هنشرحها الوحدها البيج رانك ده هنشرحه لوحده ده كلام تاني يعني غير اه البيج اسورتي والدمين اسورتي والحاجات دي كلها وهو شبيه لي يعني بيقول لك ان الدومين اسورتي بتاع الموقع ده خمسين تمام والبيج اسورتي ده اربعة واربعين بيقولك انه اه اه وجود او يعني لو ترجمنا كده اللغة عربية عشان نعرف برضو بقيت اه السقة تسعتاشر مقياس تسعتاشر صلحية المجال موجود اللي هو متوفر يعني وبقية البيانات ده كلها زي ما انت شايف كده ترتيبه على الالكسا اربعة الاف والبيانات الرابط الخلفية الخارجية اللي هو يعني عنده بالعدد ده كده ودي المواقع الاساسية اللي خاد منها هل في مواقع حكومية او مؤسسات خاد منها ولا لا برضو جيبها لك في الخانة دي جوزة العلاقات العامة اللي هو يعني ايه يعني هل الموقع ده موجود له رابط كتير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا لا اللي هو مكتوب معتدل يعني متوسط يعني هنا بالنسبة لك الرموز والكلام ده كله تقدر تقرأه بنفسك وتعرف انت التفاصيل الكاملة عن الموقع ده عنوين الموقع المفهرصة ستلاف تمنمية وتلاتاشر في محرك البحث دي العنوين المفهرصة اللي هي متأرشفة يعني ماشي بالنسبة لك الموقع اللي قدامك ده بيجيب لك علامة هو اللي هو بيجيب لك العلامة ممكن تاخده كل ده وتضمنه في مواقعك في اي مكان بحيس ان انت تشوف ان هو بيعلم معك او بيقل ولا لا سقط جوجل او بمعنى اصح يعني هو ده اللي بيبيان لك ازا كان موقعك مشهور جدا على الانترنت وموجود له رابط كتير والدومين اصورتي بتاعه عالي ولا لا والبيجي اصورتي يعني هو ده معادل معادل للبيجي اصورتي والدومين اصورتي يعني زمان من فترة كبيرة كان هو الاساس في المقياس يعني يعني من امت مثلا عشر سنين كده ولا حاجة كان حاجة اسمها البيجي رانك كان قياس نجاح المواقع كانت بالبيجي رانك اللي هي بديل لها دلوقتي او احنا دلعناها شوية وبنسميها الدومين اصورتي والبيجي اصورتي اللي هي اه الثقة في المجال او الثقة جوجل في المجال البيجي اصورتي ده اه كمية وقوة رابط موقعك الداخلية يعني الدومين اصورتي ده اللي هو اربعة واربعين والخمسين البيجي اصورتي هي قوة رابط موقعك الداخلية اما بالنسبة للبيجي اصورتي ده قوة دومين موقعك بالنسبة لجوجل والثقة جوجل في موقعك دي الثقة تمام وما ده قوة موقعك في محرك البحث ده الدومين اصورتي والبيجي اصورتي زي ما ممكن اخد موقع مثلا كده واعمل نسخ واجه هنا واعمل باست واشوف هل موقع واخد بيانات حلوة ولا لا هاشوف كده انا طبعا موقعك لسه جديد مش مش قديم موقع لسه اه ماكملش مئة يوم بيقول لك انه اه الموقع بتاعك واخد اتنين على عشرة بالنسبة لجوجل بيتج رانك لان الموقع لسه عمره جديد عمر الدومين جديد وده برضه مش وحش ده كويس جدا بالنسبة للموقع جديد لسه البيجي اصورتي عندي كويس جدا الربط ما بين صفحات الموقع الداخلية 33 بيتج اصورتي 33 ده ممتاز الدومين اصورتي عشرة يعني في المعقول مفروض يبقى اعلى من كده بس طبعا بالنسبة للموقع 3 شهور ولا 4 شهور يعني كويس بالنسبة للموقع 4 شهور تمام السيقة بقى واحد لسه لانه طبعا الحاجات دي لسه ما تحسبتش اه بالنسبة لترتيب اليكسا 33 على مستوى العالم الاسبام بيقول لك مفيش اسبام الاسبام قليل جدا بيبدأ من واحد لتمنتاشر اقل من كده بكتير يعني وده عدد اللي هو حاسبه ممكن يكون اكتر من كده حاجات بسيطة وبيقول انه الموقع ملوش روابط موجودة في او مش عامل باك لينك في مواقع حكومية قوية يعني لان المواقع الحكومية بتبقى الباك لينك فيها قوي جدا بيقول انه هو برضو انه بالنسبة لوجوده او انتشاره مش سيء لانه مش منتشر قوي على مواقع التواصل يعني او بصفة عامة يعني وبالنسبة لبقية البيانات بقى دي انت بتحب تعرفها بينك وبنفسك ده موضوع راجع لك انت والبيانات الباقية دي كلها ممكن تعرفها بنفسها والصفحات المؤرشفة على محرك البحث خمسمية وخمسة صفحة بيقول ان اتنين على عشرة ده البيتج اسورتي اللي هو البيتج رانك الخاص بجوجل يعني طبعا الموضوع ده يا جماعة يعني انت بالنسبة لك بتحب تعرف الحاجات دي ليه او مفروض اصلا تعرفها ليه بتجود من محتواك بصفة مستمرة وبتقدم محتوى جيد وموقعك بيتصدر وبتيجي في النهاية تبص على موقعك وتحسب الحزبة دي وتشوف موقعك ووصل لحد فيه معنى انه الارقام بترتفع في المواقع اللي انت شايفها قدامك دي معناها ان انت في طريقك الصح موقعك بينجح موقعك بيتصدر موقعك بيتصدر كل ما يكون البيتج اسورتي اللي بيعلى معاك بتبقى كويس جدا الدومين اسورتي اللي بيعلى معاك كويس جدا وزي ما اتفقنا الدومين اسورتي والبيتج اسورتي هما نفسهم على ما اعتقد يعني ان هما نفسهم بيتج رانك البيتج رانك الخاص بجوجل يعني سقط جوجل في موقعك بتيجي من جودة المحتوى زي ما اتفقنا نشر اليومي الزيارات اليومية اللي بيجي لك من محارك البحث او بيتجي لك من اي مصدر تاني بس المهم يكون زيارات متفعلة مهتمة بموقعك بتقعد فترة كبيرة في الموقع ما بتخرجش منه اهتم بانه يكون ليك باك لينك قوي بالالوفات اهتم ان يكون عندك باك لينك قوي جدا اهتم انك تعمل باك لينك برضه في مواقع يكون حكومية او مؤسسات ده بيقوي معاك صفحة او بيقوي موقعك اكتر اهتم ان دايما تكون الاسبام سكور عندك قليل ما يكونش عندك اسبام سكور كتير لان اسبام سكور ده خطأ وخطر كبير على موقعك اسبام سكور قليل ترتب في الاكسا كويس اه دومين اسورتي يكون عالي بيجي اسورتي يكون عالي تمام باك لينك يكون بعدك كبير كمان صفحات موقعك المرشفة وعدد مواضيع موقعك تزيد ما تكتبش عدد مقالات معين وتقف عنده لا استمر عاوز تنجح موقعك وتنجح فيه وتقدم محتوى جيد للقارئ استمر ما تقفش هتلاقي البيتجي رانك عالي معاك وكل احصائيات موقعك عالية معاك وبالتالي طبعا هيعود عليك بالنفع في موضوع الارباح اعلانات جوجل ادسنز هتلاقيها ربحها اكتر لان عدد الزيارات اليوم اللي بيخش لك بيبقى اكتر ودي طبعا حلقة يعني بمجرد ان اي شخص يكتب موقعه هنا زي ما اتفقنا يا جماعة حلقة سهلة جدا وبسيطة ابتمنى منك بس في نهاية الحلقة الناس يا جماعة وكلام بقوله كل حلقة اللي حابة تفيد قناة الصباغ للمعلوميات شير الفيديوهات اعمل شير في الاماكن كتير الناس اللي حابة تفيدني وتفيد نفسها وكمان تفيد الاخرين متوقفش الاستفادة عندك طالما انت استفادت من الفيديو خلي غيرك استفادت بانك تعمله شير وتعمل اشتراك في قناة الصباغ للمعلوميات واعجاب الفيديو وفي نهاية الحلقة شكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته